يعد قدوع العيد من السمات الأساسية في هذه الأيام وعلى مفارقها في أسلوب استقبال الضيف في البيوت البحرينية يتميز القدوع بنكة تراثية خاصة تقدم بأسلوب خاص مميز ومبتكر في بعضها نعم فهذه الضيافة تضم العديد من أطباق الحلويات التي تتفنن المحلات في البحرين بأعدادها في هذه الأيام المباركة بالإضافة إلى الحلويات التراثية والتقليدية المتعارف عليها في المجتمع البحريني قدوع العيد تقدمه الأسرة البحرينية ابتهاجا بحلول هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية جمعها فتأتي هذه الضيافة بأشكالها المختلفة ونكهاتها التقليدية التي لطالما ارتبطت بهذه الأيام السعيدة الأول كان القدوع جدا بسيط بس كانوا يعتمدون القدوع والقديات قديات العيد عرفت بس الحين لا تغير القدوع تطور خذوا الماضي اللي كانوا يستخدمونه من الحلويات الشعبية التلاثية الزلابية من ضمنهم عندك القيمات يسوون دخل عليهم أشياء جديدة اللي هي البغلاوة ودخل عليهم هذه الشكلمة ما شكلمة وأشياء تفننوا فيه تغيروا تعبئة ملت وكل واحد تقدم روحه وتقدم شخصياته من القدوع الحلويات الشعبية البحرينية بنكهاتها المختلفة تتصدر قائمة جدوع العيد في البحرين فكل بيت يحرص على أن تكون ضيافة من هذه المأكلات التقليدية فمهما تدخلت الأذواق وتنوعت النكهات تظل الحلويات البحرينية وخصوصا الحلوى البحرينية سيدة المائدة في أيام العيد في ناس ترقب تقدم الشاي ولا القهوة فالشاي يحتاج للموالح والقهوة تحتاج لها الحلو فالحلو نحن عندنا يعني اختيار كبير وكثير عرفتي منتجات مختلفة منها اللي هو الحلوى والسنبوس والدرافير النشاب عرفتي ودخل عليهم المكسرات القاوة العربية المتميزة برائحتها ومذاقها الطيب تزين موائد الضيافة فالمحلة تتفنن في تحميصها لتكون جاهزة لضيافة العائلة في أيام العيد بالنكهة البحرينية الأصيلة ليكتمل جمال أيام العيد السعيد القدوع البحريني بمحتواه المتنوع يتفرد بنكهة خاصة في أيام العيد من الموالح والمكسرات وصولا إلى الحلوى البحرينية فكل بيت في البحرين يقدم ضيافته بأسلوب خاص ونكهات وأشكال مختلفة ولكنهم يجتمعون على تقديم الحلويات بنكهة بحرينية أصيلة خول لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين